الملك المفدى الملك المفدى الملك البحرين في مختلف المجالات وكما هو نهج جلالته فقد حدد الخطاب السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى يده الله خلال افتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس حدد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة والمقبلة فكان خطابا شاملا زاخرا بمضامين تناولت مختلف الجوانب معبرا عن إيمان جلالته بالدور الفاعل الذي تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته حفظه الله ورعاه بحكمة معهودة ورؤى نير وحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية عبر المسيرة التنموية الشاملة وبمناسبة تشرف رئيسي مجلسي النواب والشورى ونائبي رئيسي المجلسين برفع رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن توجيهات جلالة الملك المفدى شكلت أساسا صلبا وقاعدة متينة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات وتطوير النهضة الحضارية والمستدامة والتي حققت الانجازات الرائدة وقصص النجاحات المتميزة لمملكة البحرين وعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز النيابي للدعم الملكي السامي لعمل السلطة التشريعية والسعي الدائم للإصلاح والتقدم والذي يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير المنظومة التشريعية والرقابية وفق أسس عصرية غير مسبوقة ساهمت في إعلاء مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا ومن جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطابات السامية تمثل النبراس الذي تهتدي به السلطة التشريعية في عملها وتبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل تلبية تطلعات وطموحات جلالة الملك المفدى التي تصب في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية والعمل بكل إخلاص ومسؤولية للحفاظ على مكتسبات المواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن ومحور التنمية المستدامة فيه وشدد معاليه على أن مجلس الشورى سيستمر في التعاون البناء والمثمر والعمل الوطني المشترك مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهدف تعزيز التكامل والتشاور وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يلبي تطلعات جلالة الملك المفدى وطموحات شعب مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر